موسيقى بعيدا عن إثارة مباراة القمة المرتقبة التي تجمع زمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدور الممتاز تقام اليوم ثلاث مباريات على نار هادئة ضمن نفس الجولة فتحت شعار البحث عن الفوز الأول يصطدف فريق سموح نظيره إيسترن كامباني في ثالث عصرا على استاد الإسكندرية بعد أن تعادل الفريق السكندري في أول جولتين مع الاتحاد السكندري والمصري ويمول أحمد سامي في استغلال ميزة اللعب بملعبه وفارق الإمكانيات لتحقيق انتصاره الأول ويعيد للأذهان ذكريات الأداء المميز للفريق في الموسم الماضي في مواجهة اليوم أمام الفريق الصاعد حديثا للدور الممتاز الذي يبحثه الآخر عن أول فوز عقب خسارته في أول جولتين أمام المقابلون العرب وغزل المحلة لسيما بعد اقتراب حل أزمة المحترفين للفريق في انتقالات يناير المقبلة وفي الخامسة والنصف مساء يستضيف غزل المحلة نظيره أنبي بملعب المحلة بمواجهة المعنويات المرتفعة بعد فوز كل فريق بالجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إيستن كامباني والمقاولون العرب على الترتيب وستكون المواجهة اليوم ساخنة من خارج الخطوط بين أنصر الشباب المتمثل في محمد عودة المدير الفني للفلاحين وصاحب الخبرات الكبيرة حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي في مباراة أن تكون سهلة لأي من طرفيها وفي نفس التوقيت وفي ملعب برد العرب سيكون علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر على موعد مع مواجهة فريقه السابق المصري الذي يعاني منذ بلاية هذا الموسم من اهتزاز النتائج رغم تولي التونسي معين الشعباني القيادة الفنية للفريق البورسعيدي الذي تعادل في أول جولتين مع غزل المحلة واسموحة فيما فاز فيوتشر على فاركو وخسر من الاتحاد السكندري ويبحث عن فوزه الثاني بالمسابقة واستغلا حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها المصري فترى ماذا تسفر عنه تلك المواجهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة